اطلاق صراح المخطوف التركي جاء بعد مفاوضات مع الخاطفين من آل المقداد الذين احتجزوا تيكين توفان في مكان مجهول في الضاحية الجنوبية لبيروت اطلاق صراح التركي جاء بعد أربعة أيام من المدهمات التي نفذها الجيش اللبناني وسط الضاحية الجنوبية وأسفرت عن تحرير أربعة سوريين كانوا محتجزين عند العشيرة نفسها توفان أكد أنه يتمنى اطلاق صراح المخطوفين اللبنانيين بمن فيهم حسان المقداد الموقوف لدى الجيش السوري الحر والذي كان سببا مباشرا في اختطافه لا لم أشهد أي اطلاق نار وكما تارون لم أصب بأذى وأشكر الله على ذلك السلطات اللبنانية أكلت العمل على اطلاق صراح مخطوف تركي ثاني خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن تواصل السلطات المعنية في لبنان سعيها للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في سوريا وسيتوجه وفد وزري من الحكومة اللبنانية إلى تركيا لإجراء المفاوضات بهذا الشأن تقول السلطات اللبنانية أن اطلاق صراح المخطوف التركي سيساعد في عملية الإفراج عن المختطفين اللبنانيين العشرة الموجودين في منطقة ريف حلب بالإضافة إلى اطلاق اللبناني من آل المقداد الموجود في منطقة ريف دمشق إحاب العقدي سكاينيوز عربية بيرون